بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب يا رب تكونوا بخير معيكم الدكتور امس رمضان خريق كل السيدارة بجامعة الازهر ومحاضر الكيمياء عضوية ان شاء الله هنبدأ النهضة مع بعض في الاثر ايه هي الفنكشن جروب بتاعت الاثر يا شباب اللي هي الكايل اتاتشت لأكسجن والاكسجن ده يتاتاتشت لمجموعة الكايل اللي احنا بنقول عليها ر او ار ده يا شباب اسمه ايه اسمه ايسر ايه الفرق ما بين الايسر والالكوحول الالكوحول كان ر او اتش لكن الايسر ر او ار يبقى لو الاكسجن يا شباب اتاتشت لمجموعة الكايل ده كده اسمه ايه اسمه ايسر لكن لو الاكسجن اتاتشت لمجموعة الكايل هو ان هيدروجين اتم ده كده اسمه ايه اسمه الكوحول طيب زي اي حاجة اخدناها قبل كده? المفروض نعرف ايه? نعرف النومين كليتشر والبريباريشن والرياكشن. تعالوا نشوف اول حاجة النومين كليتشر بتاعت الايثر. ازاي نسمي يا شباب الايثر? والله عندنا نظامين. يا اما كومون نيم يا اما ايوباك نيم. تعالوا نتكلم الاول عن الكومون نيم. ازاي نسمي الايثر كومون نيم? اول حاجة يا شباب عشان نسمي الايثر كومون نيم. بسمي مجموعة الالكايل اللي هي متصلة بالاكسجن دية. وبعدين مجموعة الالكايل التانية. وبعدين برتب مجموعتين الالكايل دول تبقا للالفابيتيكال أوردر. وبعد كده بروح اقيل الاسم بتاعهم هم اللي اتنين. وبعد كده روح اقيل ايثر تاني. بعمل ايه? بسمي مجموعة الالكايل دية. وبعدين مجموعة الالكايل دي. وبعدين برتبهم تبقا للالفابيتيكال أوردر. وبعدين بروح آيل إيسر تعالوا ناخد مثال عشان الدنيا توضح لو عندي مثلا مركب بالشكل ده وهنا أكسجن وهنا سي أتش تو وهنا سي أتش سري وعايز اسمي المركب ده هنسميه ازاي والله عندي هنا مجموعة ألقايل اللي هي اسمها يا شباب اسمها ميساير جميل جدا وعندي هنا مجموعة ألقايل اللي هي اسمها إيساير طيب هنرتبهم في الألفابيتي كالأردر من اللي بيجي الأول الام ولا الاي أكيد طبعا الاي فهنقول إيسايل وبعد كده نروح آيلين ميسايل وبعد كده نروح آيلين إيسر يبقى ده اسم المركب بتاعي إيسايل ميسايل إيسر يبقى بنسمي مجموعة الألقايل ده ونسمي مجموعة الألقايل ده وبعد كده نروح ملتبهم تبقى للألفابيتي كالأردر وبعد كده نروح آيلين إيسر طب تعالوا ناخد مثال تاني لو مثلا عندي يا شباب مركب بالشكل ده واعايز اسمي المركب ده المركب ده هنسميه ازاي والله المجموعة دي مش غريبة علينا اسمها ايه اسمها ايضو بروبعيل رفو عليك طيب والمجموعة دي المجموعة دي هي هي المجموعة دي اسمها ايه اسمها ايضو بروبعيل وبالتالي انا عندي مجموعتين ايضو بروبعيل فهراخل اي weghube append واضح يا شباب واضح بازن الله طيب لو عندي학교 국ку واعايز سمي المركب ده كيف تسميه؟ والله المجموعة دي مش غريبة علينا برضو. المجموعة دي كمجموعة الكل. اسمها ايه؟ اسمها الليل. برضو عليك. طيب والمجموعة دي اسمها ميسايل. طيب هنراتبهم في الالفابتكال الكودر من الاول؟ ال اي طبعا. وبالتالي هنقول الليل ميسايل. وبعدك انا نروح اقللين ايه؟ ايسر. واضح يا شباب؟ بإذن الله هيكون واضح. طيب عايزكم انتو تسموني المركب ده. لو عندي مركب بالشكل ده. وعايز اسمي المركب ده هنسميه ازاي؟ ده رقم واحد. المركب التاني لو عندي مركب بالشكل ده. وعايز اسمي المركب ده هنسميه ازاي؟ ولو عندي مركب بشباب بالشكل ده. وعايز اسمي المركب ده هسميه ازاي؟ يلا عايزكم تسموني تلات مركبات دول طبقا لـ common name. خلاص؟ طب تعال نشوف ازاي نسمي الاثر كايوباك name. الاثر يا شباب احنا عرفنا ان هو R. U, R صح ولا إيه؟ يعني أنا عندي في المركب بتاعي مجموعتين Alkyl فأنا لازم أختار واحدة فيهم كبيرانت وأختار واحدة كسبستيوشن أختار مين فيهم البيرانت يا شباب أكيد طبعا أختار الأطور كبيرانت وأختار الثانية كسبستيوشن يبقى أنا لو عندي مجموعتين Alkyl موجودين عندي أختار أطور ساكربونية كإيه؟ كبيرانت والمجموعة الثانية أعتبرها كسبستيوشن طيب السبستيوشن في حالة الإيسر بيتسمى إزاي؟ السبستيوشن في حالة الإيسر بيكون مشتق من كلمة اسمها Alcoxy اسمها إيه يا شباب؟ Alcoxy يعني إيه يا شباب Alcoxy؟ يعني بنشوفها على زرات الكربون اللي موجودة في مجموعة الألكايل وبعد كده بنروح آيلين اسمها وبعد كده بنروح ضيفين ليها المقطع Oxxy نفترض مثلا إن مجموعة الألكايل ديت فيها وليكن زر الكربون واحدة يعني هيبقى اسمها إيه؟ هيبقى اسمها ميس براظو عليك اللي هي إيه؟ C-H3 مقتصلة بأكسجن هي دا كده بالنسبالي التفرع وعيز سميه C-H3 يا شباب اسمها إيه؟ اسمها ميس جميل جدا طيب والأكسي هنضعفها يبقى المركب بتاعي اسمه ميس أوكسي طيب لو هو مثلا زريتين كربون يعني C-H5 أكسجن وهنا أي حاجة يعني دا بالنسبالي كتفرع هنسميه إزاي؟ زريتين كربون يبقى اسمه إيه وبعد كده نروح ضيفين المقطع أوكسي يبقى اسمها إيه أوكسي طيب نفترض إن هو مثلا ثلاث زرات كربون يعني C-H7 وهنا أكسجن وهنا أي حاجة الجزء دا يا شباب عايزين نسميه كسبستيوشن هنسميه إزاي؟ ثلاث زرات كربون يعني بروب جميل وبعد كده نضيف المقطع أوكسي يبقى اسمه بروبوكسي طيب تعالوا ناخد أمثلة عشان الدنيا توضح أكتر لو عندي مثلا شباب مركب بالشكل ده وعايز نسمي يا شباب المركب ده هنسميه إزاي؟ مفيش أي مشكلة خالص هنختار أطول سلاة كربونية فين أطول سلاة كربونية هنا يا شباب؟ أهي اللي هي فيها كم زر الكربون اللي فيها تلاتة هدي واحد اتنين تلاتة طب ليه ما اخترتش جاية؟ لأن دي فيها اتنين وبالتالي ده يعتبر بالنسبة لها هيكون صبستيوشن طب جميل جدا وبعدين عايزين نسمي المركب هنبدأ ترقيم منين؟ هنبدأ ترقيم من الطرف اللي يدي للتفرع على الرقم وبالتالي هنبدأ ترقيم من هنا عشان التفرع ده هياخد رقم واحد وبالتالي دي هتبقى واحد اتنين تلاتة يبقى تلاتة يبقى اسمه إيه يا شباب؟ يبقى اسمه بروبان لأنه هو الكان طب فيه تفرعات إيه؟ فيه عند رقم واحد المجموعة دي المجموعة دي يا شباب اسمها إيه؟ فيها كم زر الكربون؟ فيها اتنين اتنين يبقى اسمه إيس واتفقنا هنحط أوكسي يبقى المجموعة دي اسمها إيه سوكسي يبقى عند رقم واحد في مجموعة إيه سوكسي طب عند رقم اتنين في مجموعة ميسايل طب جميل عايزين نسمي المركب ده؟ هنرتبه في الألفابيتيكال أردر مين الأول؟ الإي ولا الأم؟ أكيد طبعا الإيه فهنقول واحد إيه سوكسي وبعد كده اتنين ميسايل وبعد كده بروبان واضح يا شباب؟ يبقى احنا بنقول البيرانت وبعد كده بنشوف السبستيوشن اللي عندي ولو السبستيوشن بتاعي عبارة عن إيثر هنسميه إزاي؟ وإننا بنسميه تبقى لكلمة الكوكسي تمام يا شباب؟ تمام طب تعالوا ناخد مثال تاني لو عندي مثلا مركب بالشكل ده وعايز سسميه هسميه إزاي؟ هنختار أطول ساكربونية اللي هي دي طيب هنبدأ ترقيم منين؟ عندي دبل باند فهنبدأ ترقيم من الطرف اللي يدي للدبل باند أقل لرقم فدي هتاخد واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية طب وبعدين تمانية يا شباب يبقى اسمه إيه؟ تمانية يبقى اسمه أكت طب هل هو الكين ولا الكين ولا الكين؟ لا الكين طب اللي إين عندي رقم كام؟ عندي رقم واحد يعني اسمه أكت واحد إين طب جميل جدا عندي تفرعات؟ آه عندي تفرعات عندي رقم اتنين في مجموعة برومو وعندي رقم اربعة فيه المجموعة دي المجموعة دي اسمها إيه يا شباب؟ زر الكربون واحدة متصلة بأكسوجين يبقى اسمها مي سوكسي يبقى عندي رقم اربعة في مجموعة مي سوكسي عندي تفرعات تاني؟ آه عندي رقم كام؟ عندي رقم سبعة في إيه؟ في نفس المجموعة برضو اللي هي اسمها مي سوكسي يبقى أنا عندي عندي رقم اربعة وعند رقم كام؟ وعند رقم سبعة طيب عايز اسمي المركب ده هنسميه ازاي؟ هنرتب الاسماء في الالفابيتيكال أوردر من الاول؟ البروم فهقول ايه؟ اتنين بروم وبعدين هقول اربعة وسبعة ضاي ميسوكسي وبعدين يا شباب هقول اكت واحد اين واضح؟ ان شاء الله يكون واضح طب تعالوا ناخد مثال تاني لو عندي يا شباب مركب بالشكل ده وعايز اسميه هسميه ازاي؟ عايدي هنطبق عليه نفس القواعد بتاعت الالكان والالكين والالكين اللي احنا اتفقنا عليها طيب هختار قطوى الساكربونية وبعدين هنبدأ ترقيم من اين؟ هنبدأ ترقيم من الطرف اللي يدي للدبل بوند ولا تريب البوند أقل رقم والله قلنا لو الاتنين تساو من الليه البيوريتي الدبل بوند وبالتالي هبدأ من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طيب جميل سبعة يبقى اسمه هبت طيب هل هو الكين ولا الكين ولا الكين؟ والله الكين والكين طيب الالكين عند رقم كام؟ عند رقم واحد يبقى هبت واحد اين وقلنا بنحزب حرف الاي طيب والاين عند رقم كام؟ عند رقم ستة يبقى ستة اين طيب جميل وبعدين عند تفرعات ا عند رقم كام؟ عند رقم اتنين فيه بروم وعند رقم اربعة فيه المجموعة دي ايه هي المجموعة دي؟ ده موضوع كلامنا النهاردة اللي هي اسمها ميس اوكسي ليه عشان زر الكربون واحدة زر الكربون واحدة يبقى اسمها ميس واتفقنا بنحط المقطع اوكسي يبقى ميس اوكسي عند رقم كام اربعة وبروم عند رقم اتنين يبقى مين اللي هي الاولوية البي ولا الام البي وبالتالي المركب ده هيكون اسمه اتنين برومو اربعة ميس اوكسي وبعدين هبت واحد اين ستة اين تمام يا شباب طيب عايزكم انتوا تسمولي المركب اللي جاي ده يلا قلولي التسمية بتاعتو وبعتوها لي على الواتساب تمام طيب يا شباب لو عندي مركب بالشكل ده وعايز سسميه هنسميه ازاي فيش اي مشكلة خالص هنختار اطول ساكربونية فين اطول ساكربونية اهي طيب جميل جدا وبعدين هنبدأ ترقيم من اين هنبدأ ترقيم من الطرف اللي يدي للتفرعات بتاعتي اقل رقم فين التفرعات اللي عندي عندي تفرعه وعندي تفرعه وعندي تفرعه طيب لو بدأت من هنا اقرب تفرع هياخد رقم تلاتة لكن لو بدأت من هنا التفرع ده هياخد رقم واحد وبالتالي هبدأ من هنا يبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة يا شباب يبقى اسمه ايه خمسة يبقى اسمه بنت طب هل هو الكين ولا الكين ولا الكين لا الكين يبقى اسمه ايه بنتان طب جميل جدا وبعدين هنشوف التفرعات التفرع اللي عند رقم واحد ده شباب اسمه ايه والله الشكل ده مش غريب علينا اللي هو اسمه ايزو بس ايزو ايه يا شباب هل ده ايزو بروبايل لا ده ايزو ونعد عزرات الكربون كم زر الكربون اربعة يبقى ايزو بيوتايل بس هل احنا هنقول بيوتايل لا هنقول ايزو بيوت وبعد كده اوكسي برضو عليك يبقى التفرع ده هيكون اسمه ايه هيكون اسمه ايزو بيوتاكسي عند رقم كم عند رقم واحد طب جميل جدا طيب والتفرع اللي عند رقم اتنين ده شباب اسمه ايه والله كم زر الكربون ادي واحد اتنين تلاتة والشكل اللي احنا عارفينه اللي هو شكل الايزو يبقى المركب ده او التفرع ده هيكون اسمه ايزو براب ايوا وبعد كده اوكسي برابو عليك اهم حاجة كلمة اوكسي تمام تمام طيب الايزو برابوكسي ده عند رقم كام عند رقم اتنين جميل جدا طيب وبعدين يا شباب عندي عند رقم تلاتة مجموعة ميسايل طيب هنراتبهم في الالفابيتيكالقدر مين الاول يا شباب كده كده اللي اتنين ايزو بس اللي افرق ان انا عندي هنا حرف ب وهنا حرف ب وهنا حرف الام يبقى مين الاول الاول طبعا البي فهنقول واحد ايزو بيوتوكسي اتنين ايزو برابوكسي وبعدين تلاتة ميسايل وفي الاخر بنتان واضح يا شباب ان شاء الله يكون واضح طب لو عندي يا شباب مركب بالشكل ده وعايز سميه هسميه ازاي عادي ما فيش اي مشكلة هنختار اطول سيا كربونية بتحتوي على الفونكشن جروب الاسسية اللي هي مين هنا يا شباب اللي هي الالكوحول برابو عليك اللي هي مجموعة الهيدروكسيل ليه لان الالكوحول هو اللي هي الاولوية عن الالكين والالكاين وبالتالي هنختار اطول سيا كربونية بتحتوي على الو اتش طب جميل وبعدين هنبدأ ترقيم من اين هنبدأ ترقيم من الطرف اللي يدي الو اتش اقل رقم وبالتالي هنبدأ من هنا اقول الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة يا شباب يبقى اسموا اي ر시 يبقى اسمه nor طيب جميل. وبعدين هل هو الكن ولا الكن؟ لا ده الكن و الكن. طيب الكن عندي كم؟ الكن عند رقم تمانية يبقى تمانية. اين. طيب الان عند رقم واحد يبقى واحد اين. طيب البي رنت بقى عند رقم كم؟ البي رنت اللي هو الو اتش عند رقم تلاتة يبقى تلاتة اول. تمام تمام. طيب عندي صبستويشة عند رقم كم؟ والله عند رقم خمسة في مجموعة مي سوكسي. وعند رقم ستة في مجموعة مي سوكسي. وبالتالي يبقى المركب ده هنقول خمسة وستة ضاي مي سوكسي. وبعد كده نون تمانية اين واحد اين تلاتة اول. يبقى ده يا شباب اسم ايه? ده يا شباب اسم المركب. تمام? واضحة? ان شاء الله تكون واضحة. طب تعالوا نشوف تسمية السيكليك ايسر. بس قبل ما نشوف السيكليك ايسر تعالوا نشوف كده التسمية اللي كتبها لكم هنا في السلايب. مثلا يا شباب المركب ده عايزين نسميه. سهل ما فيش اي مشكلة. هنختار اطول السيكربونية اللي هي دي يا شباب. وبعدين هنبدأ ترقيم من الطرف اللي يدي للسبستيوشن اقل رقم. يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة يبقى اسمه ايه? بنتان. طب السبستيوشن عند رقم كام? عند رقم اتنين. طب السبستيوشن ده اسمه ايه? اسمه مي سوكسي. يبقى 2500 بنتان. طب جميل جدا. تعالوا نسوف المركب ده. لو عايزين نسميه هنسميه ازاي؟ دي حلقة بنزين. طب حلقة البنزين دي متصلة بايه؟ متصلة بالسبستيوشن هنا. و متصلة بسبستيوشن هنا. السبستيوشن ده اسمه ايه؟ اسمه مي صايف. طب والسبستيوشن ده اسمه إيه؟ اسمه إي سوكسي. طب مين اللي هي الأولوية؟ الأم ولا الإي؟ أكيد طبعاً الإي. فهنبدأ ترقيم من عند الإي سوكسي. فهنقول واحد اتنين تلاتة أربعة. يبقى نمركب ده اسمه واحد إي سوكسي أربعة ميسايل بنزين. واضح يا شباب؟ إن شاء الله يكون واضح. طيب مركب بالشكل ده عايزين نسميه نسميه إزاي؟ أطول ساكربونية أهي. اللي هي يمين اللي هي إي ثان. فقلنا إي ثان. طيب عندي صبستوشن عند رقم كام؟ عندي رقم واحد واثنين. إيه الصبستوشن مجموعة ميساكسي ومجموعة ميساكسي. يبقى المركب ده هيكون اسمه واحد واثنين ضايم ميساكسي إي ثان. واضح؟ إن شاء الله يكون واضح. طيب تعالوا نشوف تسميت السايكليك إيسر. إزاي شباب أسمي السايكليك إيسر؟ سهلة. هنعمل إيه؟ قبل ما نقول كلمة سايكليو هنقول مقطع أكسا. يبقى قبل كلمة سايكليو هنقول مقطع أكسا. يعني مثلا يا شباب المركب ده اسمه إيه؟ المركب ده اسمه سايكليو بروبان. طيب لو حطيت فيه أكسوجين المركب ده هيتحول من سايكليو بروبان إلى أكسا سايكليو بروبان. ما احنا اتفقنا بقى بنعمل إيه؟ بنضيف فأقليل سمعت بيد�를 ضيف كلمة oxa أو مقطع oxaa قبل كلمة ايه Reporting. طيب لو عندي أيضا مركب بالشكل ال infiltrate. المركب ده ميار و اسمه. إسمه cyclu birtanuber. طيب لو ضيفت هنا oxygen يبقى oxa cycli birtan. طيب لو عندي مركب بالشكل ده مراكب ده اسمه ايه اسمه سايكلو بنتان طب لو ضفت هنا اكسوجنت يبقى اسمه اكسا سايكلو بنتان يبقى انا بضيف مقطع اكسا قبل كلمة سايكلو وبقولي الاسم بتاعنا عيب واضح طيب في تسمية خاصة شوية كده يا شباب بس هي مش عليكم احنا ناخدها ان شاء الله بالتفصيل في سنة تانية فانا عايزكم بس تعرفوها كاسماء لو انا عندي حلقة سلاسية يا شباب بسميها وفيها اكسوجنت بسميها اكسيران بسميها ايه اكسيران طب لو حلقة ربعية وفيها اكسوجنت بسميها اكسيتان يبقى تاني لو حلقة سلاسية فيها اكسوجنت بسميها ايه اكسيران طب حلقة ربعية فيها اكسوجنت بسميها اكسيتان وبالتالي المركب ده ممكن حد يقولي يا دكتور انا هسميه اكسا سايكلو بروبان هقول لك صح. وممكن حد يقول لي هسميه اوكزيران. هقول لك برضو صح. ليه? لان احنا اتفقنا. لو حلقة ثلاثية. يعني ايه حلقة ثلاثية? يعني فيها ثلاث زرات. ايا كان بقى ثلاث زرات دول ايه? يبقى واحد. اتنين. تلاتة. دي بقول عليها سري ميمبر درانج. يعني ايه سري ميمبر درانج? يعني حلقة بتحتوي على ثلاث زرات او ثلاث اطلع. طيب. فبسميها ايه? اوكزيران. طب اربعة يبقى اسمها اوكزيتان. يعني المركب ده. لو عايز نسميه حد هيقول لي اوكزا سايكلو بيوتان. هقول لك صح. طب حد هيقول لي اوكزيتان. هقول له صح. خلاص يا شباب. يبقى خليكم بس عارفين الاسمين دول. اللي هو الاوكزيران والاوكسيتان. واضح? ان شاء الله يكون واضح. طيب. عندنا بس مركب اخير اللي هو المركب ده. لو عايزين نسميه هنسميه ازاي? ما فيش اي مشكلة. تعالوا نشوف. عندي حلقة السوداسية. فيها اتنين اوكسوجين. بدن فيها اوكسوجين هننعمل ايه? بدن ما اقول اوكزا. لا هقول ايه? ضاي اوكزا. برافو عليك. لان هم اتنين. مش اوكسوجين واحدة. لو اوكسوجين واحدة كنت قلت اوكزا. طب هم اتنين. يبقى ضاي اوكزا. طب يتضاي اوكزا دول عند رقم كام? عند رقم واحد ورقم اربعة. لان احنا بنبدأ تقيم من عند الهيتيرواتوم اللي هي الاوكسوجين. فهاقول واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى اقول ايه? واحد واربعة. ضاي اوكزا. سايكلو. هو اصلا كان ايه? سايكلوهكسان. يبقى سايكلوهكسان. واضح يا شباب. طيب ليه كومون نيم. ليه اسم شائع كده. ومهم اللي هو ايه? اللي هو واحد واربعة. ضايوكزان. واحد واربعة ايه? ضايوكزان. يبقى الضايوكزان او الواحد واربعة ضايوكزان اللي هو الشكل ده. واضح يا شباب. النقطة دي مهمة. خلاص. ان شاء الله يكون الموضوع سهل وبسيط ومفوش اي مشكلة بازن الله. طب تعالوا نتكلم عن الفيزيكات بروبيرتز بتاعة الالكوحول والايسر ونقارنهم ببعض. بس في الاول لازم نعرف ايه الفرق ما بين الالكوحول والايسر. كلنا عرفنا خلاص ان الالكوحول هو عبارة عن ر او اتش. يعني اوقسوجين متصلة بقية يا شباب. فهيدوجين. طيب الايسر. العبارة عن ار او ار. صح ولا ايه? طيب فكرين يا شباب لما اتكلمنا عن. وقلنا ان الهايدوجين بعان بتتكون لما زرد الهايدوجين. تقع ما بين زردين اعلى منها في السالبية الكهربية. زي مثلا اكسوجين واكسوجين. في الحالة دي. زردة الهايدوجين هتكون هيدوجين بان. يبقى الهايدوجين بان كانا بتتكون امتى? لما زرد الهايدوجين? تقع ما بين زردتين أعلى منها في السليبية الكهربية طيب لو سألتكم هل الكحول ولا الإيثر اللي يقدر يكون هيدروجن باند مع نفسه يعني لو جبت له جزء تاني كده من كحول هل الكحول ده بينه بين نفسه يقدر يكون هيدروجن باند ولا لا وكذلك الإيثر هل الإيثر يقدر يكون هيدروجن باند بينه بين نفسه هتقول لي والله يا دكتور الإيثر أصلا مش متصل أو مفوش هيدروجن عشان يقدر يكون هيدروجن باند يبقى اللي يقدر يكون هيدروجن بند هو مين؟ هو الألكوحول لكن الإيسر ما يقدرش يكون هيدروجن بند مع نفسه ليه؟ تعالوا نشوف يا شباب لو جبنا مثلا جزئين ألكوحول اللي هو عبارة عن R, O, H وجزئ تاني ألكوحول اللي هو عبارة عن R, O, H إيه اللي هيحصل؟ شايفين يا شباب؟ زرة الهيدروجن هي وقعت ما بين زرتين أعلى منها في السليبية الكهربية اللي هي الأكسوجين ديت والأكسوجين دي فعلى طول تكون إيه؟ هيدروجن بند طيب تعالوا نشوف هنا زرة الهيدروجن هي وقعت ما بين زرتين أعلى منها في السليبية الكهربية اللي هي الأكسوجين ديت والأكسوجين دي فترح ميكون برضه إيه؟ هيدروجن بند فالألكوحول يا شباب بينه وبين نفسه بيكون هيدروجن بند الألكوحول بينه وبين نفسه بيكون إيه؟ هيدروجن بند يعني بيكون روابط ما بينه وما بين إيه وما بين نفسه طيب تعالوا نشوف الإيسر الإسر عبارة عن R U R طيب لو جبت جزئ تاني R U R هل المركب ده ينفع يكون هيدوجن باند؟ هتقول لي يا دكتور هو أصلا ما عندوش هيدوجين عشان يقدر يكون هيدوجن باند صح ولا إيه؟ ما إحنا قلنا الهيدوجن باند؟ دي معناها إن زرية الهيدوجن تقع ما بين زريتين أعلى منها في السليبية الكهربائية هل فيه هنا أصلا هيدوجن أتم عشان تكون هيدوجن باند؟ لا طبعا وبالتالي الإسر مش هيكون هيدوجن باند؟ طيب ايه فايدة الهيدوجن باند يا شباب؟ الهيدوجن باند دي حبارة عن روابط صح ولا إيه؟ يعني فيه ربطة بتربط الهيدوجن دي مع الأكسوجن ديت وفي ربطة بتربط الأكسوجن ديت مع دي دowie وبالتالي الجزئ يأت هنا مربوطة ببعضها طب جميل جدا طيب لو قلتلك من في الاثنين دول ليه بايلينج بوينت أعلى من في الاثنين دول ليه بايلينج بوينت أعلى يعني ايه يا شباب؟ يعني مين في دول هيغلي اكتر؟ هو يعني اين مركب يغلي؟ المركب هيغلي يا شباب ويتحول لبخار لما كل روابط اللي ما بين الجزيئات تكسر طيب هل هنا اصلا شباب في حالة الايصر المركبات او الجزيئات متصلة ببعضها؟ لا لكن في حالة الالكوحول فيه هنا روابط اتكونت صح ولا ايه؟ وبالتالي انا محتاج هنا طاقة او درجة حرارة اعلى عشان اكسر ايه؟ الروابط الجديدة اللي كونت ديت وبالتالي من في دول ليه بويلنج بوينت اعلى اللي عنده روابط اكتر؟ من اللي عنده روابط اكتر؟ اللي هو الالكوحول يبقى الالكوحول يا شباب نتيجة ان فيه هيدو جن باند ما بينه وما بين نفسه بيكون هيدو جن باند ما بينه وما بين نفسه ده بيعمل ايه؟ ده بيزود درجة الغلايان يبقى لو حد سألك وقال لك مين ليه boiling point أعلى الالكوحول ولا الاسر هتقول لا يا دكتور الالكوحول ايه السبب؟ نتيجة ان الالكوحول بيكون intermolecular hydrogen bond تاني نتيجة ان الالكوحول بيعمل ايه؟ بيكون intermolecular hydrogen bond واضح يا شباب يبقى مين؟ وده نقطة مهمة مين ليه boiling point أعلى الالكوحول ولا الاسر؟ لا طبعا الالكوحول ايه السبب؟ نتيجة ان الالكوحول بيكون intermolecular hydrogen bond واضح يا شباب؟ واضح بإذن الله طب تعالوا نشوف السلوبليتي بتاعت الالكوحول والاسر في المية مين فيهم هيدوب أحسن في المية؟ والله تعالوا نشوف لو انا عندي الكوحول اللي هو عبارة عن R, O, H وجزيق المية اللي هو عبارة عن O, H, H ايه رأيك؟ مش الالكوحول ده يقدر يكون هيدو جنبضة مع المية؟ صح ولا ايه؟ وكمان الاكسجين ديات تقدر تكون هيدو جنبضة مع المية وبالتالي جزيق الالكوحول يقدر يكون هيدو جنبضة مع ايه؟ مع المية وبالتالي يقدر يدوب في المية طب تعالوا نشوف الايسر الايسر برضه عنده R, O, R طيب تعالوا نشوف المية اللي هي عبارة عن H, O, H ايه رأيك؟ مش جزيق الايسر يقدر يكون هيدو جنبضة برضه مع المية؟ صح ولا ايه؟ وبالتالي سواء الالكوحول او الايسر اللي اتنين يقدر يكونوا هيدو جنبضة مع المية فعشان كده الدكتور قالك ان السولوبيليتي بتاعت الالكوحول والايسر غالبا بتكون ايه؟ بتكون سيميلر يعني متشابهة او متقربة بس مين طبعا يدوب احسن؟ اللي هيدوب احسن هو الالكوحول الالكوحول بيدوب احسن شوية من الايسر في المية اه السبب؟ نتيجة انه هو بيكون 2 هيدو جنبض لكن الايسر بيكون 1 هيدو جنبض فاهمين يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين طيب تعالوا نشوف البربراتي او السنسر او ايسر ازاي شباب بنحضر الايسر؟ بنحضر الايسر من؟ او حاجة الالكوحول ودي طريقة اخدناها المحضرة اللي فاتت اللي هي في محضرة الالكوحول قلنا لو انا عندي كحول وفعلت الكحول ده مع كونكسلفوريك اسد عند درجة حرارة يا شباب 140 درجة قلنا ايه اللي هيحصل؟ قلنا بيحصل اليمينيشن لجزيق مية من جزيقين من الالكوحول يعني بيكون عندي جزيق تاني كده من الالكوحول بيحصل نزع له جزيق مية من الو اتش بتاع الجزيق ده مع اتش من الجزيق ده ويتكون ايه؟ ويتكون جزيق مية وبعدين المركبين دول او الجزيقين دول يمسكوا في بعض فيديني مركب بالشكل ده وهنا سي اتش تو وهنا اكسجن وهنا سي اتش تو وهنا سي اتش تو وهنا سي اتش تري صح يا شباب مش هو ده اللي بيحصل؟ قلنا لو فعلت الالكوحول مع كونكسلفوريك اسد عن درجة حرارة مية وتمانين قلنا بيحصل حاجة اسمها انترا مولوكولر دي هيدريشن يعني بيحصل نزع له جزيق المية لكن في جزيق واحد فقط لا غير ويكون ايه؟ ويكون الكين لكن يا شباب لو فعلت الالكوحول مع كونكسلفوريك اسد عن درجة حرارة مية وتبعين درجة نركز مية واربعين درجة هيحصل انتر مولوكولر دي هيدريشن يعني هتنزع جزيق مية من جزيقين من الالكوحول مش من جزيق واحد من جزيقين من الالكوحول ويتكون ايه؟ ويتكون ايسر يبقى خلينا عارفين مية وتمانين درجة تديلك الكين طيب مية واربعين درجة تديني ايسر واضح يا شباب بس مهم جدا جدا ان احنا نكون عارفين عشان يحصل فورميشن للإيسر لازم يكون الالكوحول اللي عندي نوعه برايمري الكوحول يبقى مهم جدا النقطة دي عشان يحصل فورميشن للإيسر لازم يكون نوع الالكوحول بتاعي برايمري الكوحول ما ينفعش يكون سكندري الكوحول او تيرشري الكوحول واضح يا شباب؟ طيب تعالوا نشوفين ميكانيز لو عندي يا شباب مركب بالشكل ده ده الكوحول نوع ايه؟ نوع برايمري الكوحول طيب جميل جدا ضيفت على الرايمري الكوحول ده كونج سلفوريك اسد عن درجة حرارة كام؟ 140 درجة كده عرفنا ان هيحصل فورميشن للإيسر احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه الميكانيزم ايه اللي بيحصل الكونج سلفوريك اسد ده هو عبارة عن اتش موجب واتش اس او فور سالب طيب والاكسجين يا شباب بتاعت الالكوحول عندها اللون بيرو اوف الكترون فباللون بيرو اوف الكترون ده تروح عاملة اتاك على البروتون ده وتروح وقت البروتون ده ومكونة ايه؟ مكونة CH3 وهنا CH2 وهنا اكسجين متصلة بـ H وهنا متصلة بـ H ونتيجة ان الاكسجين فقدت اللون بيرو اوف الكترون ده فييجع عليها اشارة ايه؟ موجبة اول خطوة يا شباب في الميكانيزم دي بنسميها ايه؟ بنسميها بروتو نيشن ليه قلنا عليها بروتونيشن لان الاكسوجن اللي هي بتاعة الالكوحول عملت اتاك على بروتون واخدت البروتون ده فسمناها ايه فسمناها بروتونيشن طب جميل المفروض ايه اللي يحصل هل الاكسوجن كده ستيبل لا مش ستيبل فعايزة تعمل ايه عايزة تكسر ربط ما بينها وما بين الكربون وتاخد التو الالكترونز دول وتعوض الاشارة الموجبة ويرجع عندها لون بيروقف الالكترون وتطلع على هيئة مية بس لو ده حصل يا شباب هيتكون هنا كاربوكتين طب الكاربوكتين اللي يتكون ده نوع ايه نوع برايمري كاربوكتين طيب هل برايمري كاربوكتين ده ستيبل لا مش ستيبل وبالتالي خطوة كسر الربط ديت ما ينفعش تحصل ليه ما ينفعش تحصل لان هي لو حصلت قلنا هيتكون كاربوكتين والكاربوكتين ده نوع برايمري كاربوكتين وده ما بيكونش استيبول طيب اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان النيكروفيل بتاعي اللي هو الالكوحول يجي يعمل اتاك مباشرة على الكربون تاني النيكروفيل هيجي يعمل اتاك مباشرة على الكربون تعالوا نشوف انا عندي المركب بالشكل ده CH3 وهنا CH2 وهنا اكسجن متصلة بH ومتصلة بH وهنا فيه اشارة ايه مجاب طيب يا شباب من الاعلى هنا في السليبية الكهربية الاكسجن ولا الكربون اكيد طبعا الاكسجن فهيجي على الكاربون اشارة ايه اشارة مجابة اللي هي بارشيا الباصطن طيب هيجي جزء تاني من الالكوحول هيجي جزء تاني من الالكوحول اللي هو عبارة عن CH3 وهنا CH2 وهنا OH الاكسجن عندها لون بيرقف البادرون فاللون بيرقف البادرون ده يروح افاعت recognizes Aaron على مين على الكاربو وتعين ديت طيب لما الاكسجن تعمل اتاك على الكاربون الكربون في الحالة دي هتبقى متصلة بكاما رابطة بخمس روابط ده ينفع لا ما ينفعش تروح كسر رابطة ما بينها وما بين الأكسجن وعطيها للأكسجن اللومبيروف إلكترون وتطلع على هائة جزيء مية ويتكون عندي H2O طب جميل جدا والمركب يا شباب هيبقى شكله عامل ازاي هيكون CH3 وهنا CH2 وهنا أكسجن وهنا CH2 وهنا CH3 والأكسجن ديت مازال عندها هايدروجين اهي طيب مش الأكسجن فقدت اللومبيروف إلكترون ده في تكوين رابطة اه فييجي عليها أشارة ايه فييجي عليها أشارة مجاب الخطوة دي يا شباب دي تاني خطوة في الميكانيزم بنسميها ايه بنسميها نيوكلوفيلك اللي هو اختصارها يا شباب تمام تمام جدا طيب وبعدين المفروض ان انا عايز اشيل البروتون ده عشان ارجع للأكسجن اللومبيروف إلكترون صح ولا ايه طيب يعني الخطوة دي اسمها ايه تالت خطوة يا شباب في الميكانيزم اسمها دي بروتونيشن يعني ايه يا شباب يعني نزع للبروتون طيب مين اللي هيجي ياخده البروتون ده جزيئ المياه اللي خرج ده عنده اكسجن والأكسجن عندها اللومبيروف إلكترون فتيجي اللومبيروف إلكترون ده عاملة اتكك على مين على اله دي واغداها كبروتون طيب لما اله دي تطلع كبروتون هيتبقى ايه؟ هيتبقى التو الكترون بتاع ربطة هيروح نازلين على الاكسجن ومكونين لون بير اوف الكترون فهيدديني مركب بالشكل ده اللي هو سي اتش سري وهنا سي اتش تو وهنا اكسجن وهنا سي اتش تو وهنا سي اتش سري تمام يا شباب؟ ده كده المركب اللي تكون يبقى الميكانزم ده بيحصل بتلات خطوات اول خطوة اسمها بروتونيشن طيب جميل وتاني خطوة تاني خطوة اسمها نيوكلوفيلك صبستيتيوشن طيب وتالت خطوة اسمها دي بروتونيشن واضح يا شباب طيب تعالوا نشوف الكلام اللي مكتوب عندنا في الداتا نفس الكلام اللي قلناه قلنا ان انا بعمل فورميشن للإيسر من الالكوحول عن طريق حاجة اسمها ايه؟ اسمها انتر مولوكولر دي هيدريشن يعني انزع مية ما بين ايه؟ ما بين جزيئين لكن لو كانت انترا مولوكولر دي هيدريشن ده معناها ان انا نزعت مية من جزيئ واحد بس يعني هكوين ايه؟ يعني هكوين الالكين يبقى تكوين الالكين بيحصل عن درجة حرارة كامة؟ مية وتمانين لكن تكوين الايسر بيحصل عن درجة حرارة كامة يا شباب مية واربعين درجة ودي نقطة مهمة ان الرياكشن ده بيحصل عند التمبراتشر اقل من التمبراتشر بتاعت ايه؟ بتاعت تكوين الالكين طيب تاني حاجة ان الرياكشن ده بيحصل في مين يا شباب؟ بيحصل في البرائمري الكوحول لكن السكندري والتيرشري الكوحول بيحصل فيه ايه؟ بيحصل في اليمينيشن يعني يديني ايه؟ يعني يديني الالكين يبقى لازم عشان نكون ايثر يكون الالكوحول اللي انا بدأ بيه؟ يكون بريمري الكوحول طيب قلنا الميكانيزم بيحصل بكم ستاب؟ بثلاثة أول حاجة بروتونيشن ثاني حاجة نيكلوفيليكس سبستيوشن ثالث حاجة يا شباب اللي هي الدي بروتونيشن طيب ثاني طريقة عندنا من طرق تحضير الايثر من الالكوحل برضو عن طريق مين؟ عن طريق وليامسون ايثر سينسز العالم ده يا شباب قالك ايه؟ قالك لو انت عايز تحضر ايثر هات الكوحل وفعل الالكوحل ده مع ميتل بحيث ان انت تكون منه سلط وبعدين هات الالكوحل ده فعله مع القيل هلايل هيتكون عندك ايثر ثاني قالك هنفاعل الالكوحل وليكن مثلا وهنا 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 او اتش قالك فاعل الالكوحل ده مع ميتل مع ميتل زي ايه عم؟ قالك زي الصوديم هيدرايد الصوديم هيدرايد ده عبارة عن صوديم موجب وهيدرايد سالب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الاكسجن ده عندها لون بيرقف الالكترون تروح عاملة اقتاك على مين؟ عاملة اقتاك على الصوديم ده واله دي تاخد اله دي ويطلع يا شباب ايه؟ يطلع اتش تو ويتكون عندي سي اتش سري وهنا سي اتش تو وهنا اكسجن عليها اشارة سالبة وصوديم عليه اشارة موجب ده شباب بنسميه ايه؟ بنسميه ايسو سايد ايس جاية من كلمة ايسان عشان فيه كم زر الكربون؟ عشان فيه زريتين كربون طيب اوكسايد اوكسايد دي معناها ان هي اوكسجن عليها اشارة ايه؟ سالبة يبقى الشكل ده شباب اسمه إيسوكسايد هتفعل الإيسوكسايد ده مع ألكيلهايك بس اشترت في الألكيلهايك هلايك اللي هيتفاعل ده ان هو يكون او سكندري ألكيلهايك قلت لان هو لو ترشري ألكيلهايك احصل فيه ثاني لو ترشري ألكيلهايك هايحصل فيه هيخص فيه اليمينيشن راكشن ويكون الكين. لكن انا عايز ايه? انا عايز يحصل صبستيتيوشن راكشن مش اليمينيشن. انا عايز يحصل صبستيتيوشن ويكون اثر. قال لك خلاص. عشان ده يحصل لازم تكون بادئ بالكالهلايد نوع ايه? برايمري او ساكندري الكالهلايد. نفترض مثلا يا شباب ان احنا بدئين بميسايل برومايل. ايه اللي هيحصل? مين الاعلى في السليبية الكهربية الكربون ال بي ار. ال بي ار طبعا هيجي عليها بارشيال نيجاتيب والكربون بارشيال بوزيتب. طيب مش الاكسوجن دي عندها اشارة سليبة. فالاكسوجني دي تروح عملة اتاك على مين? تعمل اتاك على الكربون دي. طب لما الكربون دي تعمل عليها اتاك من الاكسوجن الكربون باقدع تمتصلها بكم رابطة? بخمس روابط. ده هينفع ل ordered? لا ما جنفعش. تروح كاسر رابطة ديت ويجايب على بي ار اشارة سالبة. ويتكون عندي ايه يا شباب? يتكون عندي CH3 وهنا CH2 وهنا oxygen وهنا CH3. واضح يا شباب? يبقى احنا عملنا ايه? substitution reaction. شلنا الصوديوم ودخلنا مكانها مجموعة الالكايل. يبقى انا كده كونتي ايه? كونتي ايثر. طب الايثر ده يا شباب. هل هو سيمتريكا الايثر? يعني ايه سيمتريكا الايثر? يعني هل مجموعة الالكايل اللي على يمين الاكسجن? نفس مجموعة الالكايل اللي على شمال الاكسجن? لا طبعا. وبالتالي الطريقة دي بنستخدمها في ان احنا نحضر منها unsymmetrical ether. نحضر منها ايه يا شباب? unsymmetrical ether. وفهمنا الميكانيزم. طيب يبقى ايه الفرق ما بين الطريقة دي والطريقة اللي فاتت? الطريقة اللي فاتت يا شباب اللي هي بفعل الالكوحول مع الكونكسلفوريك اسد عند راية حرار 140 ده بيكون لي symmetrical ether. بتكون ايه يا شباب? symmetrical ether. لكن وليامسون بتكون ايه? بتكون unsymmetrical ether. يبقى فرق ما بين الطريقتين. طيب الطريقة دي بيحصل فيها ايه? اول حاجة بكون صوديم سلط من الالكوحول. بحيث ان انا اخلي النوكلو فيليستي او القوة او الاسترينز بتاعة الالكوحول قوية. تمام يا شباب? تمام. طيب وبعد ما كون الصوديم او البوتاسيوم سلط من الالكوحول بفعله مع الكل هالايت. واتفقنا ان الالكوحول ده يا شباب لازم يكون ايه? لازم يكون primary او secondary الكل هالايت. ليه? لانه لو ترشري هيحصل فيه elimination. وانا مش عايز يحصل elimination. انا عايز يحصل ايه? substitution reaction. واضح يا شباب ده نفس الكلام المكتوب هنا يبقى اقرؤوه الكلام سهل ما فيوش اي مشكلة بازن الله. طيب تعال نشوف السؤالين اللي معانا دول. اول سؤال بيقولك لو انت عندك الالكوحول بالشكل ده فعلته مع كونكسلفوريك اسد عن درجة حرارة 180. قول لي ايه الناتج. ولو فعلته مع كونكسلفوريك اسد عن درجة حرارة 140. قول لي ايه الناتج. تمام? طيب السؤال التاني بيقولك ايه? بيقولك ازاي تحضر المركب ده من ايزو بروبايل الالكوحول. ازاي تحضر المركب ده من ايزو بروبايل الالكوحول. يبقى انت هتبدأ بايه? هتبدأ بايزو بروبايل الالكوحول. وتوصل للمركب ده. عايزكم تقولولي ازاي تحضروا المركب ده من الايزو بروبايل الالكوحول. واضح يا شباب ان شاء الله يكون واضح. طيب تعال نشوف الصلاة الايسر بروتاكتينج جروبز. يعني ايه يا شباب صلايل ايسر اصلا. احنا عارفين ان الايسر هو عبارة عن R و R. طيب ايه هو بقى الصلايل ايسر? الصلايل ايسر يا شباب هو عبارة عن R و SI. ايه هي ال SI? ال SI يا شباب هي السيليكون. بس السيليكون ده لما بيكون متصل باربع جروب ده بنقول عليه حاجة اسمها سيلان. بنقول عليه حاجة اسمها يا شباب سيلان. تاني السيليكون. لما يبقى اتاتشد لاربع جروب كده بنقول عليه سيلان. ليه قلنا عليه سيلان? لان هو بيكون مشابه للالكان. حتى في الشكل بتاعه كده يا شباب بيكون عامل تترا هيدرالشيب. مش مهم يعني بس بيبقى الشكل بتاعه حتى مشابه للالكان. فعشان كده سمناها ايه? سيلان. يبقى السيلان هو عبارة عن سيليكون اتاتشد لفور اه جروب. طيب ايه بقى هو الصلاة الايسر? خلاص فهمنا ان الصلاة الايسر هو عبارة عن ار واتاتشد لس اي. والس اي طبعا هتكون اتاتشد لاربع جروب. منهم جروب اللي هي الاكسجن وتبقى تلاتة جروب. واضح يا شباب? واضح باذن الله. طيب ايه رأيكم في المركب ده? ده كده اسمه ايه? سيليكون. طيب خليته هنا متصل بسي وهنا سي اتش سري وهنا سي اتش سري وهنا نفس النظام. وهنا يا شباب سي اتش سري وهنا سي اتش سري وهنا سي ال. وقلت لك يا دكتور انا عايز اسمي المركب ده. هنسب لمين? هننسب للسيليكون. قلنا السيليكون لما بقى متصل باربع زراب كده او اربع روابط بنقول عليه ايه? سيلان. تمام? يبقى المركب ده هيكون اسمه سيلان. طيب تعال نشوف ايه الحاجات اللي متصلة بالسيلان. متصل عندي المجموعة دي. تمام? والمجموعة دي والمجموعة دي والمجموعة دي. طيب عايزين نرتبهم في الالفابيتك القدر عشان نقول الاسم. جميل. المجموعة دي اسمها ايه? المجموعة دي اسمها تيرشاري بيو طايل بربع عليك. طيب المجموعة دي اسمها ايه? اسمها مي سايل. طيب والمجموعة اللي فوق برضو مي سايل. طيب ودية شباب اسمها كولورو. طيب. تعال نشوفهم في الالفابيتيكا الاودر. مين اللي هيكتب الاول? اكيد طبعا التيرشاري بيو طايل. ليه? لان احنا قلنا التيرشاري دي ما بتخشش معاي في الالفابيتيكا الاودر. وبالتالي اول حرف بالنسبة لي هو البي. طيب وبعدين السي. وبعد كده الام. وبالتالي المركب اللي قدامنا داي شباب هيبقى اسمه التيرشاري بيو بيو طايل. وبعدين كولورو. ايوة. وبعدين هنقول ضاي مي صايل. وبعد كده صايلان. تمام يا شباب? تمام. طيب لو المركب ده اللي هو التيرشاري بيو طايل كولورو ضاي مي صايل صايلان. فعيلته مع الكحول. ايه اللي هيحصل? اللي هيحصل يا شباب ان السي ال ديت هتمسك في الاتش بتاعت الكحول وتطلع. تاني. الرابط ما بين الكولور والسيليكون دي يا شباب بتكون رابطة سهلة الكسر. فاللي هيحصل ان الكولور هنا في المجموعة دي كلها او في المركب ده كله. الكولور هي الجود ليفين جروب. يعني ايه? يعني هي اللي سهل ان هي تطلع. وبالتالي لما تفعل المركب ده مع الكحول. السي ال دي هتمسك في مين? في الاتش بتاعت الكحول. ويطلع ايه? اتش سي ال. وباقي المركبين يمسكوا في بعض. تعالوا نشوف الاكشن. لو عندي مثلا يا شباب الكحول بالشكل ده. اي ان كان بقى الكحول ده عبارة عن ايه? وفاعلته مع المركب اللي هو التيرش البيوتايل كلورو ضايمي صي صيلان. ايه اللي هيحصل? تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. زي ما اتفقنا يا شباب. مين اللي هيطلع? اللي هيطلع سي ال. السي ال دي يا شباب. هتاخد الاتش من الالكوحول. ويطلع اللي اتنين ايه? اتش سي ال. وباقي المركب يمسك في بعض. فيتكون عندك ار او. وبعد كده اس اي. بعد كده سي اتش سري. وبعد كده سي اتش سري. وبعد كده سي اتش سري. وبعد اداني المركب ده. المركب ده يا شباب. بنسميه ايه? بنسميه صي لي من ع unsuccessful. بتعرفنا ده عقره عن ايه؟ عباره عن دي اكشن off الوو. مع التيرش البيوتايل كلورو ضايمي صي صي لان. طيب الده يا شباب بيتم في وجود ايه؟ الده بيتم في وجود اروتك bombs. زي مين? مسلا يا شباب? زي حاجة اسمها بايريدين. ايه هو البايريدين? البايريدين هو عبارة عن حلقة بنزين بس انت شلت منها كاربون وحطيت مكانها نايتروجين. هو ده يا شباب اللي احنا بنقول عليه البايريدين. يبقى البايريدين هو عبارة عن حلقة بنزين. شلت كاربون بس من حلقة البنزين. حطيت مكانها ايه? حطيت مكانها نايتروجين. او ممكن نستخدم حاجة اسمها اميدازول. ايه هي الاميدازول يا شباب الاميدازول هي عبارة عن حلقة اخماسية بس في عندي نيتروجن عند زرة الكربون رقم واحد ونيتروجن عند زرة الكربون رقم ثلاثة ده اللي احنا بنقول عليه ايه يا شباب ده بنقول عليه اميدازول يبقى الاميدازول هو عبارة عن حلقة اخماسية فيها two nitrogen atoms واضح يا شباب واضح باذن الله يبقى الرياكشن ده اللي هو تحضير الصيليل ايسر بيتم ازاي بفاعل الالكوحول مع التيرشير بيوتايل كلورو دايمي صيلان فوجود ايه فوجود اروماتيك بيز زي مثلا البيريدين او الاميدازول طيب ده بيعمل ايه بيشيل سي ال من الصيليل و H من الالكوحول ويكون HCL تمام يا شباب واضح طيب ايه فايدة الرياكشن ده الرياكشن ده فايدته ان انا بعمل Protection لمجموعة الهايدروكسيد بتاعت الالكوحول فمثلا يا شباب لو عندي الكوحول وفي نفس المركب عندي مثلا ألضهايد وعايز اعمل oxidation المركب ده لو عملت oxidation المركب ده هيحصل oxidation للكوحول اللي اتنين هيحصل لهم اوكسديشن. لا انا عايز اعمل اوكسديشن بس لمجموعة الالدهايت. فهعمل بروتيكشن لمجموعة الهايدروكسيل. هعمل لها بروتيكشن ازاي? سهلة وبسيطة. فاعل الالكوحول ده مع التيرشير بيوتايل كولورو دايمي صي صيلان اللي هو المركب ده. هيتكون عندك صي لايل ايسر. وبالتالي انت كده حولت مجموعة الالكوحول الى ايسر. يعني عملت بروتيكشن لمجموعة الالكوحول. وبعد كده اعمل اوكسديشن عادي للمركب بتاعك. فيحصل اوكسديشن لمجموعة الالدهايت ومش هيحصل اوكسديشن للالكوحول. لان هو ما اصبحش الالكوحول. ده بقى ايه? بقى ايسر. طيب بعد ما تعمل اوكسديشن خلاص يعم اكسر ربط دي. ورجع المركب بتاعك للالكوحول اللي هو الوضع الطبيعي بتاعه. واضح يا شباب. فهمتوا ايه الفكرة من السيلاي الايسر? تمام. يبقى الفكرة ان انا بعمل بروتيكشن للالكوحول. تمام? طيب ازاي شباب بكسر ربط دي? يعني انا خلاص كونت المركب بتاعي وعايز ارجع المركب للوضع الطبيعي بتاعه اللي هو الكوحول. بكسر ربط دي بايه? قالك خلاص اكسرها باستخدام فلورايد ايون. يعني ايه فلورايد ايون? يعني عندك اف عليها اشارة سليبة. طيب هنجيب منين اف عليها اشارة سليبة. قالك من ده? اللي هو اسمه تيترا بيوطايل امونيوم فلورايد. طيب تعالوا نرسمه كده. هو عبارة عن ايه? تيترا بيوطايل. يعني ايه مجموعات بيوطايل. طيب مجموعة البيوطايل هي عبارة عن ايه? عبارة عن اربع زراد كربون. صح ولا ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب وبعدين مسكة هنا فامونيا اللي هي الان. طيب انا مش عايز مجموعة واحدة انا عايز كم مجموعة اربعة. يعني اعمل مركب تاني بالشكل ده. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. وهنا كمان واحد اتنين تلاتة اربعة. وهنا كمان واحد اتنين تلاتة اربعة. احنا عارفين يا شباب ان النيتوجين المفروض بتعمل كم رابطة? بتعمل ثلاثة روابط. طيب هنا عامل كم رابطة? اربع روابط. يعني فقدت اللون بيرقف الكترون اللي كان المفروض عليها. وبالتالي المفروض النيتوجين بيكون عليها ايه? اشارة مجابة. ليه? لان هي فقدت اللون بيرقف الالكترون. طب جميل. الاشارة المجابة دي يا شباب. امتى تبقى ستيبل? لو جبت جنبها اشارة سالبة. اللي هو مين? اللي هو الفلورايد. وبالتالي المركب ده بيكون بالشكل ده. ان عليها اشارة مجابة. وف عليها اشارة سالب. المركب ده يا شباب اسمه ايه? اسمه تيترابيوتايل امونيوم فلورايد. مواضح? عرفتوا الشكل بتاعه عاملي ازاي? التيترابيوتايل ده اه اللي بيكون عنده مين? الف السالب اللي احنا بنقوم عليها الفلورايد ايون. وبالتالي. لو انا عايزة اكسر ربطة ده يا شباب. هكسرها ازاي? قلنا هنكسرها باستخدام تيترابيوتايل امونيوم فلورايد. بنكسر ربطة دي كده. و leaders silicon. بياخد الاف. والau بتاخد ال h. يبقى لو عايزين نكسر ربطة دي يا شباب. هنستخدم ايه? قلنا بنستخدم التترابيوطايل امونيوم فلورايد اللي هو رمزه ده يا شباب. اصبح عندي هو الفلورايد ايون. الفلورايد ايون ده جاي منين? جاي من التترابيوطايل امونيوم فلورايد. طيب بيحصل ايه? بنكسر ربطة دي كده. وبعدين الفلور ده بيمسك في مين? في السيليكون. طيب والاكسوجن بتاخد الهايدروجين. التفاول ده بيتم في وجود حاجة اسمها THF اللي هو تترا هايدرو فيوران. تمام يا شباب? واضح? الراكشن ده مهم. وبالتالي هيتكون عندي الالكوحول بتاعي اللي انا عايزه. يبقى لو انا عايز اعمل الالكوحول هفعله مع ايه? هفعله مع التترابيوطايل كولورو ضايمي. طيب لو عايز اعمل ريجين للالكوحول هفعله مع ايه? هفعله مع التترابيوطايل امونيوم فلورايل. واضح يا شباب الراكشن ده. وانا الراكشن ده في ايديته ايه? ان انا بعمل بروتكشن للالكوحول جروه. تفاول ده اسمه ايه? اسمه السيليل ايسر. فهمنا لي اسمه ايسر? وفهمنا لي اسمه سيليل? وفهمنا يعني ايه سيلان? وفهمنا الراكشن ده بيتم ازاي? وبنرجعه ازاي? تمام? ان شاء الله تكون الامور واضحة. طيب تعالوا نشوف الراكشن زوف ايسر. عموما يا شباب الايسر بتكون معادة في حالة واحدة بس ان انا افاعل الايسر مع سترونج اسد زي مثلا الهايدوجين برومايد الهايدوجين كورايد ايا كان. ايه اللي هيحصل? هيحصل فورميشن لالكايل هلايد. تعالوا نشوف كده يا شباب لو عندي مثلا ايسر بالشكل ده. وفعلته مثلا مع سترونج اسد زي الهايدوجين برومايد. بستخدم يا شباب تو مولز من الهايدوجين برومايد. ايه اللي بيحصل? شايفين؟ اياتش من هنا مع الاكسجن دięت مع الاتش دي. التلاتة دول يا شباب كده يكونوا مع بعض ايه؟ يكونوا ماير اياتش توقو. طب جميل جدا. وبعدين ايه اللي يحصل؟ الار دي تمسك في البي ار دي والار دي تمسك في البي ار دي. تاني الاتش مع الاكسجن مع الاتش تكون ايه؟ اياتش توقو. وبعدين مجموعة الالكايل مع البي ار. ومجموعة الالكايل مع البي ار. يكون لك ايه? يكون لك اتنين ار بي ار. فبيديني ايه يا شباب? بيديني تو مولز من الالكايل بروميل. الواضح يا شباب? تعال ناخد مثال. لو عندي مسلا مركب بالشكل ده. والدكتور في الامتحان قال لك انه هو فاعل المركب ده مع الاتش بي ار. ايه الناتج? سهل وبسيط. هتعمل ايه? اقس المركب ده النصين واعتبر الاكسجن دي مش موجودة. تاني اقسل المركب ده النصين واعتبر الاكسجن دي مش موجودة. وضف هنا بي ار وضف هنا بي ار. وبالتالي النهاتج بتاعك هيكون ch3 ch2 بي ار. وهنا ch3 ch2 بي ار يعني تو مولز من ch3 CH2 بي ار. واضح يا شباب طيب تعالوا نشوف الميكانيزم لو عندي يا شباب مركب بالشكل ده وفعلته مع HBR مين الاعلى في السلبية الكهربية ال H والBR اكيد طبعا الBR فيبقى عليها بارشيل نيجاتيب وال H عليها بارشيل بازرطر طيب مش الاكسجن يا شباب بتاعت الايسر دي عندها اللون بير اوف الكترون اه فباللون بير اوف الكترون ده تروح عامل قتك على مين على ال H طيب لما الاكسجن دي تعمل قتك على ال H ال H كده هتبقى متصر بكام ربطة باتنين ينفع لا ما ينفعش تروح كسر ربطة ديت وجايباها على ال BR كإشارة سالبة فيتكون عندي بي اوف سالب زائد المركب ده CH3 وهنا CH2 وهنا اكسجن وهنا CH2 وهنا CH3 الاكسجن يا شباب فقدت اللون بير اوف الكترون وكونت ربطة مع مين مع ال H فتكون ربطة هنا مع ال H طيب نتيجة انها فقدت اللون بير اوف الكترون هيجي عليها اشارة ايه موجابة طيب هل الاكسجن كده ستيبل لا مش ستيبل عايز تعمل ايه عايز ترجع الوضع الطبيقية تحها ويبقى عندها اللون بير اوف الكترون فالمفروض انها تروح عاملة ايه تكسر ربطة ما بينهم ما بين الكاربون وتاخد صح ولا ايه بس لو ده حصل يا شباب هيتكون عندي CH2 CH3 والCH2 دي نتيجة انها فقدت اللون بير اوف الكترون هيجي عليها اشارة ايه موجابة طيب الكاربوكترون اللي يتكون ده نوعه ايه نوعه برايمري كاربوكترون طيب هل برايمري كاربوكترون ده ستيبل لا مش ستيبل فعشان كده التفاعل مش هيحصل بالشكل ده قم لاClass هيحصل شايفين الPr السالب يا شباب اللي طلعتدي عندها ايه عندها اشارة سالبة طيب مين الاعلى في السالبية الكهربية الكاربون ولا الاكسجن اكيد طبعا الاكسجن فالاكسجن بيكون عليها بارشة son negative والكاربون دي بيكون عليها بارشة Class positive فالPor اسالب بالاشارة السالبة اللي عندها دي يعني بالاليترونز اللي عندها دي تعمل اتاك على مين؟ تعمل اتاك على الكربون دي. يبقى خلي بالك ان الرياكشن ده ما بيحصلش فيه ايه؟ فورميشن للكربوكتاين. لا النوكروفيل اللي هو البي ار السالب هو اللي بيعمل اتاك مباشرة على مين؟ على الكربون. طيب لما البي ار ده يعمل اتاك على الكربون الكربون بقت متصر كم رابطة؟ بخمس روابط. ده ينفع؟ لأ ما ينفعش. تروح قاسر رابطة ما بينها وما بين الاكسوجن وجايبها على الاكسوجن اللي هم بيلقوا في الاكترون. وبالتالي يتكون عندي CH3 وهنا CH2 وهنا OH. يعني ايه؟ يعني الكوحل. زائد ايه يا شباب؟ زائد CH3 وهنا CH2. والCH2 دي يا شباب مسكت في ايه؟ مسكت في بي ار. طيب جميل جدا. اللي هو الالكاير هلايب. طيب هل التفاعل هيقف كده؟ لا مش هيقف كده. ليه؟ انا لسه عندي HBR. ايه اللي يحصل؟ مش الاكسوجن بتاعة الالكوحل دي عندها اللون بير اوف الاكترون. فباللون بير اوف الاكترون ده تروح عملة قتاك على مين؟ على ال H. نفس الفكرة عملة قتاك على ال H. ال H بقت متصر كما رابطة باتنين. ينفع لأ ما ينفعش تكسر رابطة ويجيبها على ال BR إشارة سالب. فيتكون عندي مركب بالشكل ده. CH3. CH2. وهنا اكسوجن متصلة ب H. و H. وعليها اشارة ايه؟ مجابة. ليه؟ عشان فخرة اللون بير اوف الاكترون. زائد بي R سالب. طيب جميل. هل ينفع يا شباب الرابط دي تكسر ويتكون هنا اشارة مجابة؟ قلنا لا. ليه؟ لان لو ده حصل. فيتكون عندي كاربوكتاين النوع ايه؟ برايمري. وقلنا الكاربوكتاين البرايمري ده مش استيبول. فاللي بيحصل ايه؟ ان النيوكروفيل هو اللي بيعمل اتاك على الكاربون. لما النيوكروفيل ده يعمل اتاك على الكاربون. الكاربون بقت مبتصر كم رابطة؟ بخمس رابط. وده ما ينفعش. تروح عامل ايه؟ تروح كسر رابطة بينها وما بين الاكسوجن. وجايبها على الاكسوجن اللون بير اوف ويطلع جزيء مية. ويتكون عندي ايه شباب؟ ويتكون عندي CH3 وهنا CH2 وهنا BR. يبقى انا كونت عندي ايه شباب؟ يبقى انا كونت عندي 2 مولز من الالكايل برومايد. استخدمت كم مول من الهايدوجين برومايد. استخدمت 2 مولز من الهايدوجين برومايد. واضح يا شباب؟ فهمنا؟ يبقى عموما الايثر بتكون UNREACTIVE. معادة في تفاعل واحد بس. اللي هو ايه؟ ان انا فعلها مع STRONG ASET زي يمين؟ زي الهايدوجين هالايد. وليكن مثلا الهايدوجين برومايد. تمام؟ واضح يا شباب؟ ان شاء الله يكون واضح وتكون الدنيا سهلة وبسيطة بازن الله. اه عايزكم بس اتعرفوا ان ده بيحصل بميكانيزم اسمه SN2. تاني ده شباب بيحصل بميكانيزم اسمه SN2. يعني ايه SN2؟ اس يا شباب اختصار كلمة substitution. يعني استبدال. ون اختصار كلمة نيوكلوفيل. يعني تفاعل استبدال بيتم بواسطة نيوكلوفيل. تعالوا نشوف. مش انا هنا يا شباب عملت ايه؟ طلعت جزيء مية صح ولا ايه؟ ودخلت مكانه بي ار. طيب يعني كده عملت substitution عملت ايه؟ استبدال. طب البي ار يا شباب اللي دخلها دي نيوكلوفيل ولا الكتروفيل؟ لأ نيوكلوفيل ده عليها عشرة صليبة هي. فعشان كده بنسمي التفاعل نيوكلوفيلك substitution reaction. نيوكلوفيلك substitution reaction. يعني انا دخلت نيوكلوفيل وعملت ايه؟ substitution. عملت استبدال شلت مية ودخلت مكانها بي ار. طيب النيوكلوفيلك substitution reaction ده في من نوعين. نوع اسمه SN2 ونوع اسمه SN1. ايه الفرق ما بينهم؟ مش عايزة دخلك في تفاصيل. بس اللي انا عايزك تعرفه ان التفاعل اللي ما ينفعش نكون فيه كاربوكتاين. التفاعل اللي ما ينفعش نكون فيه كاربوكتاين. زي المركب ده. قلنا مش هينفع نكون كاربوكتاين. ليه؟ عشان لو كون كاربوكتاين هيكون نوعه primary وده unstable. فقلنا هنا ما بينفعش نكون كاربوكتاين. التفاعل بقى اللي ما بينفعش نكون فيه كاربوكتاين بيبقى نوعه ايه؟ SN2. عرفنا طبعا يعني ايه? اس ويعني ايه ان وعرفنا يعني ايه تو. واضح يا شباب? التفاعل اللي بينفع يكون فيه كاربوكتاين ده بنسميه SN1. بس بدون دخول في تفاصيل. واضح يا شباب؟ فاهمتوا؟ ان شاء الله تكونوا فاهمتوا. طيب انا مش هحل معاكم الاسئلة ديت. انا عايزكم انتوا اللي تحلوها. وتقولولي ايه الحل بتاعكم. بس انا هقول لكم على ملحوظة بسيطة. لو انا يا شباب عندي الكين بالشكل ده. وضيفت عليه HBR. المفروض ايه اللي يحصل? هيحصل هكثر ضبطة ديت. وهضيف H هنا وBR هنا. طبقا لقاعدة مارك نيكوف. طيب امتى التفاعل ده يمشي عكس قاعدة مارك نيكوف. التفاعل ده يا شباب يمشي عكس قاعدة مارك نيكوف. لو انا استخدمت على السهل. نركز. هيدوجين بيروكسايد. زي H2O2. او البيروكسايد عموما زي مثلا ال R O O R. ده يا شباب بنسميه ايه? بنسميه بيروكسايد. يبقى تاني. لو ضيفت HBR في وجود بيروكسايد سواء هيدوجين بيروكسايد او اي بيروكسايد تاني. ايه اللي هيحصل? هيحصل. اديشن با اكشن. بس ايه? انتي مارك نيكوف. واضح يا شباب? ان شاء الله يكون واضح. عايزكم بقى انتوا تحلوا الاسئلة ديت. وتقولوا لي ايه الناتك بتاعها. تمام? تمام. طيب في المحرقة تمنى الدكتور اضاف لي كل السلايد ديت. والسلايد دي فيها طرق تانية من طرق تحضير الايثر. تعالوا كده نعرف اول طريقة. اول طريقة هي الالكوكسي ميركريشن دي ميركريشن. بتفكرنا بايه دي يا شباب? بتفكرنا بتفاعل الالكين اللي احنا كنا بنقول عليه. الاكسي ميركريشن دي ميركريشن. بس ايه الفرق هنا? ان هنا بدل اكسي خلناها ايه? الكوكسي. تعالوا كده نفكركم بيه الاكسي ميركريشن. ونعرف ايه الفرق ما بين الاكسي ميركريشن والالكوكسي ميركريشن. لو عندي يا شباب الكين بالشكل ده. وضفنا على المركب ده ميركريشن في وجود مية في وجود صوديم بورون هيديرايد وبيزيك مادية. كنا بنقول يا شباب ايه الناتج بتاع الالكوكسي ميركريشن ده? كنا بنقول ان هو تفاعل اديشن عادي بنكسر الربطة باي وبنضيف مية تبقى لقاعدة ماركينيكوف. صح ولا ايه? كنا بنقول بنكسر الربطة باي دي وبنضيف هنا اتش وبنضيف هنا او اتش. وبالتالي النتج بتاعي هيكون بالشكل ده. طيب جميل جدا. يبقى احنا كده عارفنا لو عندي الكين وعملنا له اكسي ميركريشن دي ميركريشن يعني نضفنا عليه ميركريش استيت في وجود ايه? في وجود مية. في وجود السوديم بورون هيدرايد وبيزيك مادية. ايه اللي يحصل? هنكسر الربطة وهنضيف مية تبقى لقاعدة ماركينيكوف. طب لو استخدمنا نفس المركب ده شباب. وعملنا له الكوكسي ميركريشن دي ميركريشن. يعني ضيفنا عليه ميركريك استيت في وجود الكوحول. يبقى استبدلنا المية بايه? بألكوحول. وليكن مسلا مركب بالشكل ده. في وجود السوديم بورون هيدرايد. وبايزيك مادية. تتوقع يا شباب ايه الناتج. نفس الفكرة بالزبط بتاعت الاكسي ميركريشن دي ميركريشن. هنكسر الربطة وهنضيف اكسجن اللي هو الشق السالب لزارة الكربون الحاملة لعدد اقل من زارات الهايدروجين. وهنضيف اتش اللي هو الشق الموجب لزارة الكربون الحاملة لعدد اكبر من زارات الهايدروجين. يعني تبقى لقاعدة ماركينيكوف. يعني هتقول لي ايه? يعني هتقول لي احنا هنضيف الشق السالب اللي هو بتاعت الالكوحول اللي هو الاكسجن متصلة بCH2 CH3 لزارة الكربون الحاملة لعدد اقل من زارات الهايدروجين. وبالتالي الناتج بتاعها هيكون بالشكل ده. تمام شباب? يبقى ايه الفرق ما بيني اللي اتنين? الفرق ان احنا هنا ضفنا مية فضفنا هنا الOH اللي هو الشق السالب. طيب هنا ضفنا الكوحول. فضفنا الشق السالب اللي هو الاكسجن اللي متصلة بايه? بCH2 CH3. يبقى هم اللي اتنين نفس الفكرة يا شباب. ما تطلعوا بطوش. احنا هنا ضفنا مية تبقى لقاعدة ماركينيكوف. وهنا ضفنا الكوحول برضو تبقى لقاعدة ماركينيكوف. واضح يا شباب. بنضيف الشق السالب لزارة الكربون الحاملة لعدد اقل من زارات الهايدروجين. والشق الموجب اللي هو الهايدروجين بنضيفه المين لزارة الكربون الحاملة للعدد اكبر من زارات الهايدروجين. يعني تبقى لقاعدة ماركينيكوف. فهمنا يا شباب? يبقى ما تطلعوا بطوش. سواء اوكسي ميركريشن دي ميركريشن او الكوكسي ميركريشن دي ميركريشن اللي اتنين نفس الفكرة. بنضيف الشق الموجب لزارة الكربون الحاملة للعدد اكبر من زارات الهايدروجين. اللي هو مين? اللي هو اله. طب والشق السالب اللي هو الو اتش في حالة الاكسي ميركريشن. والو ار في حالة الالكوكسي ميركريشن. لزارة الكربون الحاملة للعدد اقل من زارات الهايدروجين. واضح يا شباب? ان شاء الله يكون واضح. طيب يا شباب لو عندي مركب بالشكل ده وضفتلك عليه ميركريك استيت في وجود مير في وجود سوديان بورون هيدرايد وبيزيك ماديا. وقلتلك ايه الناتج اللي هيتكون عندي. وجلتلك المركب ده وضفتلك عليه ميركريك استيت في وجود مسانول. وجود سوديان بورون هيدرايد وبيزيك ماديا. وقلتلك ايه الناتج اللي هيتكون عندي. يلا عايزكم تحلولي السؤال ده وتقولولي ايه الناتج اللي هيتكون عندنا. خلاص? طيب. طاني طريقة عندنا. طريقة تحضير التيرشير بيوتايل ايسر. منين يا شباب؟ من الالكوحول. عن طريق ان انا اعمله الكليشن. طيب. التفاعل ده بيتم ازاي? عن طريق ان انا بجيب الكوحول وفعله مع ايه؟ مع الكين. تاني. بجيب الكوحول يا شباب. وبفعله مع ايه؟ مع الكين. طيب احنا لسا واغدين حاجة يا شبه. اذا ايشن ده. لو انا عندي الكين وضفت عليه الكوحول. ايه اللي هيحصل? عادي ان فيش اي مشكلة خالص. هتعمل تبقى لقاعدة مارك نيكوف. هتضيف الموجب بتاعت الالكوحول لزارة الكربون الحاملة العدد اكبر من زارات الهايدروجين. والشق السالب اللي هي الاكسجن عليها اشرة سالبة. وباقية المركب ايا كانت بقى مجموعة الالكايل لزارة الكربون الحاملة العدد اقل من زارات الهايدروجين. واضح يا شباب. تعالوا ناخد مساك. لو عندي مثلا مركب بالشكل ده. ده كده يا شباب يعتبر ايه؟ الكين. طيب ضفت على الالكين ده الكوحول وليكن مثلا مركب بالشكل ده في وجود اسيريك مادية. ايه الناتج يا شباب؟ زي ما قلنا. عندي الكين وضفت عليه ايه؟ الكوحول. الالكوحول ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن شق موجب اللي هو الاتش. وشق سالب اللي هي الاكسجن عليها اشرة سالبة وباقية الايه؟ وباقية المركب. ايا كان المركب عبارة عن ايه؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ تبقى لقاعدة مارك نيكوف. هنكسر ربطة وهنضيف اتش لزارة الكربون الحاملة العدد اكبر من زارات الهيدروجين. والشق السالب هنضيفه لزارة الكربون الحاملة العدد اقل من زارات الهيدروجين. يعني تبقى لقاعدة مارك نيكوف. وبالتالي شباب الناتج بتاعها هيكون بالشكل ده. هنا سي اتش سري وهنا سي متصلة بسي اتش تري وهنا سي اتش تري وهنا سي اتش تري وهنا سي اتش تري وهنا سي اتش تري. واضح يا شباب؟ فهمنا؟ يبقى دي طريقة من طرق تحضير الايسر. عن طريق ان انا افاعل الالكوحول مع اي يا شباب؟ مع الكين. في وجود ايه؟ اسيدك مادية. قلنا التفاعل ده بيتم طبقا لقاعدة مارك نيكوف. بنضيف الشق الموجب اللي هي الاتش بتاعة الالكوحول لزارة الكربون الحاملة العدد اكبر من زارات الهيدروجين. طيب والشق السالب بنضيفه لزارة الكربون الحاملة العدد اقل من زارات الهيدروجين. واضح يا شباب؟ واضح بازن الله. طيب تعال ناخد مسالتين. لو عندي مثلا مركب. بالشكل ده. ده كده يعتبر ايه؟ يعتبر الكوحول. ليه؟ عشان فيه الو اتش جروب. طيب فعلنا الالكوحول ده مع الكين بالشكل ده. في وجود اسيدك مادية. ايه الناتج يا شباب؟ نفس الفكرة بقى خلاص اتفقنا ان احنا هنكسر ربطة باي. وهنضيف اتش لزارة الكربون الحاملة العدد اكبر من زارات الهيدروجين. والشق السالب لزارة الكربون الحاملة العدد اقل من زارات الهيدروجين. وبالتالي شباب الناتج هيكون بالشكل ده. هنا CH3. وهنا C متصلة بCH3. وهنا CH3. وهنا CH3. وده كله متصل بايه؟ بأكسجن. الاكسجن ده هيكون متصلة بCH2. وهنا CH2. وهنا BR. واضح يا شباب؟ يبقى انا كده كونتي ايه؟ كونتي الايثر. طيب ايه رأيك؟ لو الدكتور اضاف لك على المركب ده. السوديم سولت بتاعت مين؟ بتاعت الالكاين. يعني لو اجاب لك مركب بالشكل ده قال لك انا فعلت المركب ده مع مركب بالشكل ده. فاكرين يا شباب السوديم سولت بتاع الالكاين كنا بنقول ان الكربون هنا بيكون عليها ايه؟ والسوديم طبعا يعني الكربون هنا بتشتغل كايه؟ كنيوكلو فيل رضو عليك. طيب عندي كربون عليها اشارة سلبة. وعندي هنا كربون متصلة بايه؟ بهالوجين. مين الاعرف السلبية الكهربية البي ار والكربون؟ طبعا البي ار فهيجي عليها بارشيا النيجاتيب والكربون بارشيا الايه؟ طب عندي كربون هنا عليها اشارة سلبة هتعمل ايه؟ هتروح عاملة اتاك على الكربون ديه. طيب لما الاشارة سلبة تعمل اتاك على الكربون. كده الكربون بقيت متصلة بكام رابطة؟ بخمس روابط. ده ينفع؟ ده ما ينفعش. تروح كاسر رابطة ما بينها وما بين البي ار. وجايب على البي ار اشارة سلبة. واتطلع بي ار سالك. طيب وبقية المركب هيكون شكله عاملت ازاي؟ هيكون بالشكل ده. هنا وهنا سي اتش سري. وهنا سي اتش سري. سي اتش سري. اكثوجين. وهنا سي اتش تو. وهنا شباب سي اتش تو. والسي اتش تو بقت منتصل بايه؟ بسي.atherbl bond C H. واضح يا شباب. وبالتالي اتكون عندي المركب ده. طيب ايه رأيك يا شباب? لو جبت المركب ده وفعلته مع مية في وجود acidic media. ايه اللي هيحصل? هيحصل يا شباب hydrolysis. هيحصل ايه? hydrolysis. هيحصل hydrolysis لمين? هيحصل hydrolysis للأسر. هتكسر الضبط دي كده يا شباب. واحنا ضفنا ايه? مية. المية عبارة عن H وOH. فده اللي هيحصل. ال H هتتضاف لزارة الأكسجن ديت. والOH هتتضاف لزارة الكاربون ديت. وبالتالي يا شباب الناتج بتاعنا هيكون بالشكل ده. وهنا C. وهنا OH. ده اسمه ايه يا شباب? ده اسمه تيرشال بيوتايل الكحون. زائد ايه تاني يا شباب زائد باقي المركب. اللي هو عبارة عن OH. تصل بCH2. وهنا CH2. وهنا C triple bond CH. تمام يا شباب? يبقى انا كده كونت ايه? كونت الكحول تاني. يعني عايز اقول ايه? يعني عايز اقول ان احنا بنستخدم الطريقة اللي هي طريقة تحضير التيرشال بيوتايل ايسر. ليه بنقول عليه يا شباب تيرشال بيوتايل ايسر? لان المجموعة دي مجموعة تيرشال بيوتايل. ومسكت في اكسجن. والاكسجن ديت مسكة في كاربون. فاللي متكون عندي ده عبارة عن ايه? عبارة عن تيرشال بيوتايل ايسر. عشان كده سمينا الطريقة دي ان هي ايه? تيرشال بيوتايل ايسر. طيب عايز اقول ايه بقى? عايز اقول ان طريقة التيرشال بيوتايل ايسر ديت بنستخدمها كبروتكشن لمجموعة الهايدروكسيل. تاني بنستخدمها كبروتكشن يعني تعمل بروتكشن لمجموعة ايه? لمجموعة الهايدروكسيل بتاعة الالكوحول. ليه? انا هنا عملت بروتكشن اهو للالكوحول. وبعد كده رحت عامل ايه? تعالوا بصوا معي هنا يا شباب. اهو انا كنت تبادئ بمركب بالشكل ده. عملت في الاول ايه? لمجموعة الهايدروكسير. اهي. وحولتها الايه? لتيرشير بيوتايل ايسر. وبعد كده رحت كاسر المجموعة ديت ورجعت المركب لالكوحل. صح? مش هو ده اللي حصل في الخطوة الاخيرة. وبالتالي انا كونت هنا او عملت هنا بروتكشن لمجموعة الايه? الهايدروكسير. يبقى خليك عارف ان طريقة التيرشير بيوتايل ايسر برضو بنستخدمها كايه? كبروتكشن لمجموعة الهايدروكسير. خلاص? واضح يا شباب? ان شاء الله يكون واضح. يبقى انا عايزك تركز في نقطة مهمة. لو الدكتور جاب لك مركب ايا كان المركب ده ايه? وفيه هنا مجموعة هالوجين. وفيه هنا مجموعة الكوحل. ما ينفعش يا شباب تفاعل المركب ده مع السوديم سولت بتاعة الالكاين غير لما تعمل لمجموعة الهايدروكسير. تاني ما ينفعش يتفاعل المركب ده مع السوديم سولت بتاع الالكاين ايا كان الالكاين ده عبارة عن ايه? ما ينفعش يتفاعله غير لما تعمل لمين? للالكوحل. يبقى اول خطوة ان انا اعمل لالكوحل. ازاي اعمل لالكوحل? خلاص بقى اتفاقنا ان انا بفاعلها مع ايه? مع الكين. بحيس ان انا اكون تيرشير بيوتايل ايسر. طيب? وبعدين افاعل المركب بتاعي مع السوديم سولت بتاع مين? بتاع الالكاين. طيب جميل. واخر خطوة اروح اعمل ايه? اروح اعمل هيدروكسير للأيسر. ويديني ايه? ويديني الالكوحل بتاعي. تمام يا شباب? فهمنا النقطة ديت. طيب تعالي نشوف لو عندي سؤال بالشكل ده. هنتعامل معاه ازاي? يلا عايزكم تقولولي ايجابة السؤال ده وتبعتوها لي على الواتساب. احنا كده خلصنا الايسر. اتمنى ان شاء الله تكون المحاضرة سهلة وبسيطة. ولو حد عنده اي سؤال او اي استفسار انا تحت امركم في اي وقت. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.